يا أستاذ أشرف حضركم أنت برضو بتتكلم عن فكرة أن الأذنين وصلاة الجمعة والقرآن اللي قبلها يعني جرى عمل المسلمين على ذلك من لدن الصحابة فما فيش إنكار على ده يا أستاذ أشرف يعني ما تاخدش الأمور فيه أمور كده مستحبات فيه أمور المسلمين بيقدموها بعدين ييجي يأخروا عنها كلها من باب المستحبات التي لا تؤثر على صحة الصلاة في شيء كمان كده لقصة قراءة القرآن الكريم زي ما قلنا هي من باب المستحبات أنه البعض يحب بيشغل القرآن قبل الصلاة سواء كان المؤمنون في بيوتهم أو بيقروا قرآن أو بيتشغل في المساجد أو لو إحنا ما سمعناهوش قبل صلاة الجمعة كل ده من باب المستحبات اللي هي مدرجة تحت الأمر العام بتلاوة القرآن الكريم دون تحديد للزمان والمكان يا أخي الفاضل نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد اشتركوا في القناة